تحذيرات من كارثة إنسانية قد يتعرض لها النازحون في العراق حال عدم توفير المواد الغذائية والدوائية لهم في أسرع وقت ممكن المخازن المخصصة للمواد الإغاثية اللازمة لمساعدة النازحين تشهد نقصاً حاداً بحسب النائب عن تحالف الوطنية رعد الدهلكي الذي أكد أن تلك المخازن شبه خالية من المؤن والمساعدات وأن ما يوجد حالياً قد لا يكفي النازحين لأكثر من عشرة أيام إلى خمسة عشر يوماً فقط ولا يتوقف هذا النقص على الأغذية والأدوية بل يمتد إلى نقص حاد في الخيام والاحتياجات الأساسية الأخرى للنازحين الذين يواجهون العواصف والسيول في خيام انتهت مدة صلاحيتها وتمزق أكثرها فباتت لا تقي ساكنيها برداً ولا مطراً الأمر الذي ينذر بانتشار العديد من الأمراض لسيماً في أوساط الأطفال وكبار السن الدهلكي في تحذيره لفت إلى كارثة يراها أكبر من سابقتها تتمثل في نقص الأموال المخصصة لنقل المساعدات من المخازن إلى المحتاجين إليها فحتى لو امتلأت المخازن وتوفرت المساعدات فإن غياب السيولة المالية اللازمة سيقف حائلاً دون وصول هذه المساعدات إلى النازحين في مخيماتهم وأماكن سكنهم تقارير المنظمات الحقوقية تشير إلى أن الدمار الواسع الذي منيت به العديد من المناطق العراقية وكذلك إصرار بعض الجهات على منع النازحين من العودة كل ذلك يقف عقبة في سبيل إيجاد حل جذري للأزمة ويبقى النازحون يواجهون مصيراً مجهولاً بين احتمال انقطاع المساعدات الإنسانية عنهم وبين عجزهم عن العودة إلى مناطقهم التي دمرتها الحرب وغياب الدور الحكومي عن إعادة إعمارها بينما تؤكد تقارير بعثة الأمم المتحدة في العراق يونامي أن ما يقرب من مليون عراقي لا يزالون مشردين في مخيمات النزوح التي تفتقر إلى أبسط أساسيات الحياة